منطقة إفديل الواقعة جنوبي ولاية إليزي منطقة نائية بدأت تتجسد بها عديد المشاريع التنموية بينه آبار ارتوازية لمياه الشرب ومستقبلا محطة جديدة لإنتاج الكهرباء مشاريع يتواصل إنجازها مع وصول قافلة المكاتب المتنقلة للانتخابة الرئاسية حدث وطني هام يتطلع من خلاله سكان إفديل إلى تنمية مستدامة بالمناطق النائية بأقصى جنوب الوطن أهلوا يوسعنا هذا الفوت يوسعنا هذا الفوت نفرح فوليس يوانا عدانجي يوانا عدانجي يوانا الخير يفديل دماغي تيجوك ندسائجي ونجتوك ننجون تكنا الصون دا تكنا تكنا تري سيتي تكنا القيدر والحمد لله مقيم السنغالي وضي مهرو جميع المدرسة نرى وننعو مرمد أني كان الكارمندي على وطني في نقل فبالرغم من التقلبات الجوية وفيضان الأودية تواصل المكاتب المتنقلة طريقها بحثا عن البدو الرحل لتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي في أوقاته المحددة قانونا برغم من الفيضانات وبرغم من هذا الشيء بصح الناس يسولوا واختش جاء المكتب وما كونش ماشي البلاسة الفلانية عندكم بالك لا تنسوا وحدين رحمي سنة وستو الشوابين الشوابين صبح الله واحد تفاؤل عندهم وهذه البركة في الكبر والكلمة الأخيرة هي تحي الجزيرة بعد إمهرو تشاك وإفديل يتنقل هذا المكتب إلى مناطق أخرى قبل عودته إلى عاصمة الولاية إليزي يوم السابع سبتمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر